استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا غرب رفح الفلسطينية وآخر في حي الدرج شرق مدينة غزة في اليوم الثامن والستين بعد المائتين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطع غزة وفدت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة ما أدى الاستشهاد ستة بينهم أطفال وإصابة آخرين كما قصفت قوات الاحتلال جنوب ووسط وشرق القطاع وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ سابع من أكتوبر الماضي ما أسفر عن استشهاد سبعة وثلاثين ألف وثمانمائة وسبعة وسبعين فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء وإصابة ستة وثمانين ألف وتسعمائة وتسعة وستين أخرين